نتابع التفاصيل اللبنانية أكثر مع مراسلنا من إبل السقي جنوب لبنان محمد شبارو أهل تحياتي محمد محمد يعني عندما يسقط مدنيون في لبنان يعني بات بحكم المتوقع أن يحصل تصعيد من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل فضعنا في صورة الوضع راهنا وما المتوقع تماما ديمة وإن كان حزب الله حتى الساعة لم يرد بعد على رغم كل سخونة المشهد الأمني والعسكري على طول هذه الجبال إلا أنه لم يرد بعد على استهداف بلدة حولة واستشهاد مدنيين اثنين في هذه الغارة حتى الساعة حزب الله يركز هجماته على الأقل المعلن منها في عمق الجولان تحديدا صباحا اليوم بالمسيرات الانقضاضية في ثكنة يردن وتحديدا أصاب رادارات القبة الحديدية بحسب ما أعلن في هذه الثكنة وأيضا منذ قليل أعلن عن قصف برمئتين متتاليتين من صواريخ الكاتيوشا لثكنة نفح في عمق الجولان السوري المحتل ووضع هذه العمليات في إطار الرد على استهداف يوم أمس في البقاع إذ أغار طيران الحربية الإسرائيلي مساء على جرود منطقة واقعة إلى الغرب من مدينة بعلبك وبالتالي يمكن القول أننا أمام استمرار لمعركة التوازنات وإذا عدنا بالمشهد إلى الساعات الماضية كثفت إسرائيل من استخدامها للمسيرات في استهداف بعض البلدات قبل يومين أنقورة واستشهاد مسعف وأمس الأول في عدلون واستشهاد سيدة وكل هذه العمليات تمت بمسيرات رد حزب الله يوم أمس باستهداف مسيرة وأسقاطها من طراز هرمز 900 وبالتالي عندما يستهدف حزب الله الطائرات المسيرة الإسرائيلية إسرائيل تلجأ إلى قصف عمق لبنان وهذا بالتحديد ما حصل يوم أمس في استهداف محافظة بعلبك أو جرود محافظة بعلبك وعندما تستهدف إسرائيل منطقة البقاع عادة ما يرد حزب الله في الجولان رغم كل مشهد التصعيد الحالي على هذه الجبهة إلا أنها حتى الساعة هي معركة توازنات ومحاولات الردع من قبل الجانبين على الأقل هذا ما يقرأه كثر هنا على هذه الجبهة إضافة إلى الاستهدفات في الجولان السوري المحتل نفذ حزب الله عمليات باتجاه مواقع حدودية نذكر منها موقع المرج وموقع حدب يارون إضافة إلى ذلك المدفعية الإسرائيلية عمدت إلى قصف نطاق واسع من القرى الحدودية أو أطراف القرى الحدودية من القطاع الغربي في الضير يارين أطراف النقورة وصولا إلى عيت الشعب التي استهدفت بعدد من قذائف المدفعية وصولا إلى ميس الجبل حولة وأطراف قرى العرقوب كفر حمام كفر شوبة وأيضا شبع كل هذا النطاق استهدف اليوم بالقضائف المدفعية يضاف إليه بطبيعة الحال الغرة التي سجلت في بلدة حولة وكذلك غرة أخرى سجلت في بلدة ميس الجبل ولكن من دون وقوع أي صابة ديما شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من أبل السقي جنوب لبنان مراسل العربي محمد شبارو